أهلاً وسهلاً بكل أستاذ المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضياء المصرية من التليفزيون المصري حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي فراخ محشية دايماً الفريك يقولك فراخ بالفريك حمام بالفريك والفريك ما يحب الشريك أنا معايا جوز فراخ النهاردة عايز أحشيهم رز بالخلطة كبد وأوانس وكلاوي الشغل المصري اللطيف الحلو ده كده ونهتم بيهم ونهتم بالشربة اللي الفراخ هتتسلئ فيها بعد ما نعشيها اللي هي معاها بصل ومعاها حبايان وورا لورا والحاجات الجميلة الحلو بتاعي النهاردة البطاطا البطاطا في السوق وفي موسم الشتاء بغراء السوق عايزين نعملها النهاردة مهلبية دايماً البطاطا بنأكلها مشوية بنأكلها مسلوة فعايز أعملها النهاردة مهلبية بالمكسرات حاجة لطيفة كده لكبار السن والأطفال وندعمها بالمكسرات عشان تبقى قدمتها الغزائية عالية جداً طبقى الصلطة بتاعي النهاردة صلطة الطماطم بالزعتر معانا زعتر ومعانا طماطم زيت زيتون ويتوم الطبقى ده فوات حشية عالصفرة بتاعتنا عشان نخلص على جوز الفراخ المحشيين بالرز والخلطة تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي ربنا كرمنا بجوز فراخ حلوين وزن الفرخة يعمل ما بين 500 جرام و400 جرام بصراحة هي مش فراخ كبيرة والفراخ لما تيجي تنقيها وتشتريها للحشو يفضل الفراخ الصغيرة اللي معانا على الشاشة دي كده هنعمل جوز فراخ محشية بالرز والكبد والكلاوي بالخلطة يعني الميادرة على الشاشة جوز فراخ حلوين كبد وكلاوي تشعلوهم في التلاجة أكيد أو بتشتريهم من عند الراجل الفرارجي أو الكبد والكلاوي بتاعت الفراخ معانا رز مصري ومعانا جزر وحبان وورق لورا مكعبين من الزبدة شوية بهرات حلوين بصلة وتومة ملح وفلفل وتعالوا نشوفوا نعملها مع بعض إزاي والأكلة دي بتبقى أكلة عزيزة ولطيفة وتعملش كل يوم يعني في المناسبات بالتأكيد لما نحب يعني نعمل واجب مع الضيوف ونهتم بالصفرة بتاعتنا بنعمل فراخ محشية بالرز هنجب بصلاية حلوة الأول كده ونهي الشربة بتاعة الفراخ اللي احنا هنحشيها بنعمل بوكيجر نيه مصطلح بوكيجر نيه ده جزر وكرافس وبصل وتوم ورق لورا وحبان عشان الشرط الشربة الحلوين دولت هم اللي هيديوا طعم للفراخ قد البصلة كده في قلب الميا حلو الكلام على نار كده ومعانا الجزر الحلو ده كده برضه وعلى فكرة تقدر تقدم الجزر اللي هتسلع ده جرم نشبع الفراخ اللي انت هتحشيها يعني مش معاناته ان احنا بنعمل بوكيجر نيه لا نستفيد بيه ده جزر نحطه هنا كده برضه زي الفل معانا ورق لوراو حبهان زي الفل ونسيب الحلة دي كغل على النار أرض نفلفل حلو كده يدي فلفر وطعم للشربة بتاعتي دي كله من بين ايدي كنتي خلي بالك سيبك من مكسبات الطعم اللي انت بتشوفيها في اي سوبر ماركت خلي الطعم يطلع من بين اصابع ايدك العشرة الحلة كده جاهزة يبدأ برضه نحط شوية بهرات حلوين من الزعتر السر في الحلة دي دي الوقت شوية فلفل سود لان الفراخ هتتسلق فيها وشوية الملح الحلوين ونخليها كده على النار تاخد وقتها بالشكل ده كده بص على الحلة دي فيها حلة الخير فيها كل حاجة حلوة اه بتعملي فراخ محشية بتعملي حمام محشي اه فراخ محشية حمام محشي لازم تكون عندك الحلة دي فيها كل التفاصيل دي بصل ورق لورو حبهان رنفل اه شوية بهرات حلوين واسبها على النار تغي دي اول حاجة انا بدأت بيها حلوة اول تعالوا نعمل بقى الحشو بتاع الفراخ معانا رز ومعانا بصل ومعانا توم ونعمل الخلطة ازاي مع بعض واحنا شغالين كده في عجالة اول حاجة باخد كبد الفراخ اللي معايا دي بشوحها على النار ايه واح تحطها نية جوه الفرخ ازعل منك ايه لا يحصل يا عم مش شيف هتلاقي الرز لو طعم ولو زفارة كده احنا مش هنهضمه عشان نبو ايه واطحين مع بعض حط مكعب زبدة واكتر الزبدة هقولك ليه دلوقتي وانا عايز كمية حلوة لانا عايز استفيد بالخلطة دي في الرز حط البصلية الحلوة دي كده مكان ما هحمر الكبد هنزل بالرز شوية توم قرنفلفل حار كل ده في الطاصة وجيبنا الخلصة حلو زي الفل ونقلب دولت كده هو ده بصل توم فلفل حار اشوحه مع النار بهاراتنا ملح وفلفل شوية كمون على شوية كسبرة دول مهمين جدا اهو شوية قرنفل حلوين بيدو طعم حلو للرز ونقلب كده اهو يا امي هناخد الكبت الله تعالي يا حلوة ونحمرها اهو دي اول خطوة انا عملتها وشوف الكبت تاخد لون كده وتستوي زي الفل ممكن يعني ثلاث تربع سوى عازت قطعيها اهلا وسهلا عازت حتها سليمة جوها الفرخة تبقى بشخصيتها كده اهلا وسهلا اهو انا عندي جوز فراخ دلوقتي وجوزي عايز يأكل فراخ محشية كان بيأكلها من ايد مامته رحمة الله عليها ايد مامته ربنا يدها الصحة وطلط العمر اه كل التفاصيل دي موجودة في كل بيوتنا والله كنت باكل فراخ محشية كانت جميلة جدا تعال يا حبيبي وانا اعملها لك اهو كبد اوانس الوب بصلة تومة شوية بهارات اهو حلو تاخد لون كده بالشكل ده كده شوية الملح حلوة اهو زي الفل هجيب طبق صغير كده واخد الكبات دي هخليها على جنب التفاصيل دي مطلوبة خلي بالي اه ناخد الكبات دي ونخليها على جنب ليه عم مش شيف عشان ننزل بالرز نشوحه مكان الكبات اه 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 اول عطفال يخشوا المطبخ عندك دلوقتي يا ماما ديني سندوتش كبدة ولا تحطها في الفراخ ولا حاجة اه خلي بالي اه اه ده بيحصل خلتك كده على جنب استوت هي تلت تربع سواء ممكن تزودي اكتر من كده ما فيش مشكلة ربنا يزيدك مكان تحمير الكبات والاوانس والقلوب ننزل بالرز الحلوة ده اه رز مصري ممكن بدل الرز فريق عايزة تعملها بالفريق اهلا وسهلا ده اختياري اه شوية دل كله زي الفر موضوع سهلا تبتخيلها صعب انا عارف اه الفلفل الحار ده اختياري خلي بالك انا احطه كده عشان الصورة لا تطلع حلوة انت مش عايزة فلفل حار براحتك اه انت عارفة ولادك بيحبوا ايه وعارفة جوزك بيحبي واعتقد يعني ان الاطفال دلوقتي بصراحة بيحبوا الحاجات اللي سمايسي حالو نروى الدنيا كده عشان الصورة الحلوة اهم حاجة الخلطة بتاعة الرز اللي انا بدأت بيها اه حاطة ملح حاطة بهارات شوية الرز على النار انا بخلوهم كده ايه يتحمسوا مع البصلة والتومة وما كانت تحمير الكبات نرفع الغطة ده كده الله الشربة دي الحلوة دي الجميلة دي اه 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 ما جبتش مية بالحنفية بقى الا خالص اه هو ده الشورل اه الله الله واخد الرز ده كده ايه تقريبا نص سوا بس كده تمام يا عم تشوف ونقلب الشرطة الرز الحلوين دول كده الكل بيشتكي والكل بيتفاجع عالصفرة عملنا فراخ محشية نفتح الفرخة نلاقي الرز مستواش الرز لسه فيه اطمة الرز حبة وحبة الرز معجن جوه الفراخ الرز طعمه مش حلو جوه الفراخ التفاصيل دي كله اعتقد بالخطوات اللي انا بدأت بيها شوية الرز انا ممكن الوقت دهت يكلهم وينسى الفراخ دي كلها خالص اما انا جهزت اول حاجة عشان الاكلة دي مهمة جدا بنتساءل كتير على السوشيال ميديا وبنتابع السوشيال ميديا على الصفحة الرسمية للقناة الاولى وصفحة اكلة امي يا شيف مغازي الفراخ المحشية متوثبتش معايا او الحمام المحشي مش بيوثبت معايا فانا حبيت ان اقدر اقدر بعصفرين بحجر نفس الطريق اللي بعمله مع الفراخ اعمله مع الحمام اول حاجة بدأت بيها حل على النار بوكي جرنية اهتمي بيه قوي سبك من مكسبات الطعم اللي موجودة في اي سوبر ماركت للامانة انا عمري ما استخدمتها من اول عناية ما فتحت في المطبخ انا بطلع الطعم من بين اصابع ايد العشرة على طريق امي ووصفة امي ومدرسة امي امهاتنا كلهم ربنا يدهم الصحة ورحمة الله عليهم جزر كرفس بصل شوية بهارات حبان فصيتهم عندك حلة فعل خير الشربة دي تقدر تطلع منها شربة طماطم شربة مشروم تعمل منها مكرونة تعمل منها صانية زي ما اتا عايزة خدنا التاصة حبرنا الكبت والكلاوي وبعدين تابلناهم مكان الكبت والكلاوي شلناها على جنب ونزلنا بالرز ممكن تنزلي بدل الرز فريك والفريك عادي مكان الرز يمشي الحال وشوحناه مع النار كده بالشكل ده كده اه زي الفل تمام هنخلص الرز كده تمام اه الرز كده جاهز هناخد الرز ونشيله على جنب ونحط الحلة دي على نار شديدة عشان اعايز نار شديدة واسم الرز ده يبرد جنبه الكبت والكلاوي وعندنا الفراخ الحلوة هناخد بعدنا ونطلع فاصل ونرجع للخطوة رقم اتنين لتركيبة الفراخ اهم حاجة الخطوات اللي انا بدأت بيها مكان الرز ممكن يبقى فريك معانا كبت وكلاوي ممكن نحط لحمة مفرومة معانا جوز فراخ حلوين بصراحة شامورت حلوين دول جايين لهدية مخرجنا الجميل بيقول لي الفراخ دي ما شفتهاش قبل كده هي بص هي اكبر من الحمام يعان انا موسي عليها ان الفراخ دي تكون اه صغيرة مش كبيرة عايزين نحشي فراخ كبيرة ما عندش مشكلة بس انا بنحب الفراخ الصغيرة لما تتحشي تبقى لطيفة وحلوة الشامورت بالذات جوز شامورت حلوين كده لطاف وزي الفل بنخسلهم بمية شوية ملح ونخسل بطنون من جوه طبعا هي طالع معايز الفل اللي هيت فراخ حلوة كل القصة بعمل ايه باجي بفص يتوم حلو كده شوفي بس تركاية دي مهمة جدا اهو ده فص يتوم حلو بحط عليه مكعب زبدة حلو معلاية معجون طماطم طريتي جرى بيها وليه رايك فيها ايه حلو الكلام اه شوية زعتر عصرة ليمون دولة يخش جوه الفراخ يزباوا الحشو اه سوان بتعملي فراخ كبيرة او فراخ صغيرة شوية ملح وشوية فلفل اللي عايز يتابل الفراخ من جوه علشان مشاكل الزفارة همسك الخالطة دي عمشيفة او هتحط خل ارجوكي اه ناخد الخالطة دي بالزبدة باللمون بالزعتر بالفلفلة الحلوة او معجون طماطم وناختها كده جوه الفرخ اه ويدك تخش جوه التفاصيل اه 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 نفس الكيثة هنا والباقي تمسك الفرخة من بره تعمليلها مساج اه 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 ليه حطيت زبدة؟ السؤال لطيف واحالي عشان الفراغ دي لما تتحمر تتسلي قصد يعني ونجن شويها بعض كده او تاخد لون تاخد لون معي بسرعة اقوh تمام الفراغ كده جاهزة زي الفل الحشوة عندي بايدي طالما تبتشتغل في البيت تحشي بايديك كده اقوh معانا كبد بنحط شويات رز ونحط الكبدة الحلوة دي كده جوا وندخل الرز بيدنا جوا ووراها الكبدة بالشكل ده كده القرن الفلفل الحلوة ده جوا يعيش اهو وندخل الرز ونحشي هنا كده ونمسك الفراخ نفرخها كده زي الحمام بالشكل ده كده اهو وبرحة عليها شوية عشان الجلدة وتتتعش منك خلي بالك اهو والرز يكون بارد مش سخنة اوي يعني عشان تقدر تتحكم فيها اهو ناخد واحدة كبدة كمان نقفل بيها كبدة الكبيرة دي كده اهو ونحط شوية الرز دول كده معها شفت الفراخ اهو زي الفل اللي عم نشيف ونجي نقفلها كده بالشكل ده كده جامد اللهم صلى عنا دخلناها كده الفراخ تحشت هيت زي الفل على فين يا عم نشيف هنا بقى بص الحلوة هنا هنا اهو اهو ده يلا نعمل واحدة تانية مع بعض اهو بتتبلين الفراخ يخش بالكبات دي كده شوية رز الرز اللي باقي عندك ومعها كبت اذا باقي ده ما يترميش هيتسلق ويتحضر ويتجاهز نغرف الرز ده بعد كبت ونحط جزي الفراخ عليه نقدمه في الطب اهو انا بحط كبت اول انا عملت كمية رز كتير يعني علشان اللي عايز ياكل رز جامب الفراخ اهلا وسهلا هنزود شوية شربة من الشربة اللي هي ع النار بتاعت سلق الفراخ شوفي لابدخل رز ازاي هي عايزة لسه هيت اهو الرز هنا تلت اربع سوى تقريبا فما تقليش اهو هل بنحط كبدة او شوية قلوب كده نقفل بها ووراها شوية رز فراخ محشية بحاجة جديدة الفرختين مايعملوش تقريبا كيلو بالشكل ده كده دي طريقة الطريقة التانية مش عايزة تدخليها في بطنها زي ما عملت من شوية بنجيب التوز بيكس ده كده دي كلها افكار لك اهو ونعديك كده ما بين رجلي الفرخة وبعضيها كده بالشكل ده كده الفكرة كلها ان انا عايز ايه افتح دي كده بالراحة حل علشان برضو تاخد شكلها في قلب الحلة اهو بالشكل ده كده وتطلع معايا سليمة ما تطلعش معايا بشكلها الحلو لا خدت زي ما هي كده اهو شوفت الفرخة اه يلا بينا يلا بينا اهو اهو واحدة واحدة ابسكالك كده من رقبتها اهو من رقبتها ايه اهم حاجة المية تكون بتغلق نفيش الحشوة مش هتطلع برا نهائي خلي بالك اهم حاجة تاني للسادة المشاهدين المية بتكون بتغلق مية سلق الفراخ او البوكي جارنيه بتاعي لازم تكون المية بتغلق عندي بقية الحشو اذا كان كبد وكلاوي اذا كان رز شفت الحلة على الشاشة ازاي بتتكلم مصر اهو ما نقلبهاش كتير اهو اقمن عليها كده واسبها الفراخ هنا بتستوي على نار شديدة اهم حاجة ان احنا نهتم بالبوكي جارنيه بناخد الخلطة الحلوة دي كده زي ما هي الشوط الرز الحلوين دول زي ما هو ما بننزل بوم هنا كده اهو شوف انا اعمل ايه دلوقت اعمل تركيه تعجيبك قوي حالو نقلب دول كده الكبد كلاوي اوانس حب اهو شفت ازاي او هحطهم هنا كده اهو واسويهم كده الشغلة تعمليه في البيت عندك وفي نفس الكسرولة دي بمسحها كده لازم تعمل الفراخ دي النهاردة لولادك بساطة سهولة مرونة اهو احنا بتوعي السهل نمسحها كده شوف ايه اعمل ايه دلوقت اه عند شوية حليب شوفت باش شعاوة هو ده 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 الطعب انا خدت زي ما هي كده عند حليب بيغلع النار عندك حطة قشطة حلوة شوية سمنة بلدي شوفت الشعاوة دي شوفت الشعاوة دي دي شعاوة مطبخ وهندخل الصنية دي الفرن بنحضرها تطلع الفراخ نحطها على وش الرز ونقدامها او ندخلها مع الرز تتحمر اختياري اهو حتي السمنة بلدي حلوة كل الشغل ده تعمل نعمله في البيوت عندنا اهو السمنة على الوش تاكل صوابعك وراه شوية الرز الحلوين دول اهو زي ما انا شغال كده ممكن كل ست بيت تعمل الشغل ده على فيني عم نشيف في الفرن اهو بص على الحلاوة يلا بينا اهو ايبقى انا كده دربت عصفرون بحجر عملت صفرة حلوة جوز فراخ حلوين وزني كيلو تقريبا الصنية اللي في الفرن دي فيها الرز والخلطة والحب كله في قلب الكسرولة اللي هقدم فيها معايا الفراغ بتستوي على النار والفراغ بعد ما تستوي على النار بنشيلها من الشربة الحلوة دي كده وارصها على وش الرز اللي في الصنية وبعدين اقدمها بنفس الشكل اللطيف الحلو يبا انا كده لخصتلك ازاي تعملي فراخ محشية بالرز ممكن بنفس الطريقة تعملي بالفريق شوف الفراخ نطلع علشان نشتغل في الصنطة مع بعض اخبار الفراخ ايه نطلع الصنية اللي في الفرن يلا بينا هو ده ده الرز اللي كان معايا من شوية يا فاكرينو الله حلوة قوي ده رز كان باقي معاك كبد واوانس اخد الفراخ الحلوة دي كده ايه الحلوة دي ايه الجمال ده ايه الفرخة بسكة من رعبتها ايه ايه يلا بينا محطاها هنا حلوة قوي والفرخة التانية فين ايه ما طلعت لا الرز طلع من الفرخة لا ارفع التوزبكس ده كده درون تاه اه ودخل الفراخ التاني عم مش شيف تاخد تحميرة اخد حت الزبدة حلوة كده حطاها الوش تديها لمعة شفت لمعة ازاي الفراخ اه ممكن مكعب زبدة اه اش خسر انا حاجة في الزبدة جايالك هدية اه ولما بهزر وبقول جايالي هدية وجايالي حاجة احنا عاديل بندردش مع بعض ساعة زمن على التلفزيون المصري اللي في كل بيت مصري في كل بيت عربي بنتابع مع بعض وبنهزر شوية وبنشوف حاجة حلوة حاجة جديدة مع بعض انا معاي خضار محشي خضار سوتين اللي هو الخضار اللي انا ده كده فاكرينه ده كده اه شفت الجو ده كده اه بصل مع جذر ممكن تحطي كوسة تجودي انت بقى اعملي الحاجة اللي انت بتحبيها شوية خضار حلوين كده واخد طعم الفراخ وهندخل الصينية دي الفرن عم نشيف ونصلى على الحبيب قلبك يطيب اه البصل انا عايز ااخد البصل بعشة البصل ده المستوي مع شربة الفراخ ويا سلام رحمة الله امي عليها كدت حطيلي بصل في الملوخية اجاكل الملوخية لايه بصلتين صغيرين حلوين كده ايه عارفة ان انا بحب البصل اللي بيبقى طالعة كده كلها ايه متل اغبطة ملوخية ناخد الصينية دي في اين في الفرن يلا بينا اه زي ما هي كده عم نشيف سخنة خلي بالك حالو ده مهم جدا صينية بتتكلم مصر بتفاصيلها المصرية جوز فراخ محشيين بالرز والخلطة يلا بينا اه بص عليها كده ود Lake الحلوة دي ايه الجمال ده جوز فراخ زي الفل بحشو بحب معمولي الف relational تعالوا نطلع الفراخ الحلو دي مع بعض عشان نمليع عيننا منها العب يلا بينا اه الامانة كتعازة تتحمل شويه اه جوز فراخ بيتكلموا مصري بالحشوة المصرية برز مصري بخلطة مصرية بشأوة مصرية عملت صلطة لطيفة وجميلة بتقوم بدور الترشي أو طبق المقبلات الجميل اللي يفتح الشهية وخلينا نخلص على جزء الفراغ يعني مع بعض بنقول بصوت واضح وبصوت عالي احنا بنشوف كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضايا المصرية الشيف المغازي بقدل منها الرؤية والفن والإبداع ببساطة جديدة وبساطة تقدر كل ست بيت تعمل الأكل ده بدون تكلفة رؤية فن إبداع منين؟ من ماس إيران اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة